أبداً لن تنتهي الحدوتة ولن تتوقف الغنوة التي أخرجت للنور خلاصة من أرق الأجيال الذين ترسخت في وجدانهم أجمل القيم وأسروا مصر بما اتدخروه من قصص صاغتها عبر صوتها الرخيم المميز الذي عشقته آذان الأطفال إنها المحامية فضيلة توفيق أو أبل فضيلة التي هجرت المحامة وكرست حياتها لتربية أجيال من الأطفال يداً بيد مع آبائهم وأمهاتهم فكانت دون مبالغة مدرسة للحياة وحمل كل من في ذكرته قصة بعينها سمعها من أبل فضيلة وظلت تؤثر في سلوكه وحياته ليس في طفولته فحسب بل استطاع صوتها أن ينفذ عبر المراهقة والشباب ويتخذ مكاناً لا يدانيه مكان لصوت آخر ولدت فضيلة توفيق في الرابع من أبريل من عام 1929 بحي الظاهر لجد كان يجمع أحفاده ليقص عليهم القصص الديني مما أسرى خيال الطفلة فضيلة لتؤدي دور جدها وتجمع أطفال العائلة وتقص عليهم قصص في الكلور عملت أبل فضيلة في بداية حياتها في المحامة بمكتب حمد باشا زاكي وزير النقل أنذاك وبرغم أنه هو من اختارها لتفوقها فقد قرر أن يصرفها عن العمل ونصحها أن تتوجه للإذاعة حين قامت بعقد الصلح بين موكلين لديه وبالفعل دخلت فضيلة مبنى الإذاعة كمذيعة لنشرة الأخبار وتتلمزت على يد حسن الحديد وحسن خطاب وبابا شارو الذي عملت مساعدة له في برامجه للأطفال ثم تولت مكانه رئاسة برامج الأطفال وقدمت برنامجها الشهير غنوة وحدوتة منذ عام 1959 لم تبرح أبل فضيلة موجات الأثيرة رغم عروض للعمل أمام شاشة التلفزيون إلا أنها تمسكت بمايكروفون الإذاعة لتتسلل لوجدان الأطفال عبر برنامجها الخالد غنوة وحدوتة إلى جانب صلاح جاهين مؤلفا لأغنيته والسيد بكاوي ملحنا ترحل هناك عن عمر يناهز 93 عاما تاركة ميراسا لا يقدر بثمن يعني أبل فضيلة الحقيقة جزء من الوجدان وجداننا وتاريخنا وذكرياتنا يعني مين ما ترباش على هذا الصوت الجميل الصوت كمان مش بس صوت جميل صوت عنده وعي عنده ثقافة عنده اهتمام بطفل صغير لسه بينمو بيندج إزاي تديره النصيحة وإزاي تقنعه وإزاي صوتها يوصل لعقل الطفل في الوقت ده وإزاي تقدم الحدوتة اللي تبقى ليقة على الزمن ده يعني ياولاد ياولاد يعني محدش ممكن ينسى يعني كان لها الشرف بجد أني حورتها أكتر من مرة ما كانتش سعيدة قوي لما بدأ التلفزيون يطلب منها أنها تطلع ونعمل لقاءات معاها كانت عايزة تفضل دايما في خيال الأطفال أو حتى الأطفال اللي تربوا على صوتها وبقهم خلاص يعني رجال عظام أو سيدات عظام لأنه شايفة أنه طول الوقت هذا الخيال هو اللي صنع يعني العلاقة ما بينها وما بين الطفل فكان دايما عندهم خيال حلو وجميل يعني رحلت يعني الإزاعية الكبيرة القديرة طبعا الأستاذة فضيلة توفيق أو قبلة فضيلة زي ما بنقول وكانت بتسجل طبعا هي يعني جزء من مبنى مسبيرو وجزء يعني مهم جدا من الإذاعة المصرية قدمت نشرات الأخبار الأول وبعدين طبعا بعد كده تخصصت في برامج الأطفال وفضلت غنوة وحدوتها هي العلاقة الوطيدة اللي بينها وبين أجيال كتير جدا كان طبيعي أن كل وسائل الإعلام العربية اليوم تتصدر عنوان مهم وهو مصر تنعي قبلة فضيلة أشهر مقدمة برامج أطفال في مختلف المؤسسات طبعا الدولة كمان قدمت هذا النعي ويعني على رأسهم الهيئة الوطنية للإعلام المجلس القومي للمرأة وكمان تنسقية شباب الأحزاب والسياسين ووزارة التضامن وخليني أقولني أبدا عن أجيج يعني جيل كامل كان بيسمع قبلة فضيلة الكل الحقيقة كان بيقول رحم الله قبلة فضيلة وأسكنها فسيح جنات وحتفظ دايما يعني في الذاكرة بكل يعني حكاياتها وكل غنويها إلا قدمتها